أهلا بكم في هذه الحلقة من Global Conversation ضيفنا دكتور دينيس سيمكويغي طبيب أمراض النساء الذي سخر أكثر من عشرين عاما من حياته لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاز عمله كطبيب وناشط حقوقي على جائزة سخاروف عام 2014 وجائزة نوبل للسلام 2018 شكرا لك دكتور مكويغي لوجودك معنا من بوكافو عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية في الكونغو ما تأثير جائحة كوفيد-19 على الخدمات الطبية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف الجنسي والمقدمة في المستشفى ومؤسسة بانزي لا تكتفي المستشفى بتقديم العلاج الطبي لضحايا العنف الجنسي فحسب بل تقدم أيضا رعاية شاملة تتكون من أربع ركائز طبية ونفسية وقانونية واجتماعية اقتصادية هذه الركيزة الأخيرة تأثرت بشدة بوباء كوفيد-19 وبطباط النشاط الاقتصادي لذا كل تلك النسوة التي كنا يعيشنا برأس مال صغير لأنشطتهن المدر للدخل نرهن اليوم يأتون لطلب دعم جديد منا ليتمكن من إعادة بناء أعمالهن تجارية عندما تكون النساء غير قادرات على إعالة أنفسهن مديا وعندما يكون فقيرات جدا يصبحن عرضة بشكل أكبر للعنف الجنسي إذن نظرا لقيود الحركة التي فرضها الوباء هل لاحظت أي تغييرات في الحالات التي تصل إلى المستشفى؟ في المستشفى لاحظنا زيادة بعدد حالات الأطفال المغتصبين وربما يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة في الوقت الحالي وأن الأهل باتوا يولون اهتماما أكبر لعلاج أطفالهم وإطعامهم إن الأطفال يتركون لوحدهم وبالتالي هم أكثر عرضة للاقتصاب عدد الأطفال الذين عولجوا خلال فترة الجائحة هذه كان أعلى من المعتاد تعمل حاليا ضد منح حصان لجرائم الاقتصاب كسلاح حرب لماذا تدعو إلى إنشاء محكمة دولية؟ هناك مئات النساء اللواتي اغتصبنا في ليلة واحدة كانت عمليات اقتصاب ممنهجة رأينا أطفالا وردعا وكبار سن وحتى رجالا تعرض للاقتصاب مرتكبوا هذه الجرائم معروفون اليوم ويفلتون من العقاب هؤلاء الجنات مواطنون وكذلك أجانب لأنه في هذا الوقت بينما أتحدث إليكم هناك جماعات مسلحة أجنبية تواصل ارتكاب الجرائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم جربنا كل شيء جربنا الأسلحة والمفاوضات واتفاقات السلام وأحدها لم ينجح أعتقد أن العنصر الوحيد الذي لم يتم لجوء إليه هو العدالة يمكن لمحكمة دولية للكونغو التعامل مع القضية الكبيرة لكننا نحتاج أيضا إلى خليط من هيئات مختصة في جميع أنحاء الجمهورية والهدف بالنسبة لنا ليس فقط إطلاع الشعب على الحقيقة بل جعله قادرا على قول لن يتكرر ذلك أبدا وكيف يجري العمل في الصندوق العالمي للناجين الذي إنشأته قبل عام لتمويل مشاريع تعويض الناجين من العنف الجنسي من أجل رعاية ضحايا العنف الجنسي وخاصة في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي لدينا دعم مستمر من الاتحاد الأوروبي الهدف من هذا الصندوق العالمي هو دعم مشاريع الطعويد في الدول لأننا نعتقد أنه إذا كانت لدى النساء الشجاعة للذهاب إلى المحكمة والقدرة على تقديم شكوى فلا ينبغي تثبيت عزيمتهن بغياب الطعويض أعتقد أنه إذا كان لدى النساء بالفعل الشجاعة للتغلب على معاناتهن وتقديم شكوى فمن واجبنا وواجب الإنسانية مساعدتهن للمضي قدما وفعل كل ما هو ممكن لمساعدتهن على الشفاء لا يمكن أن يتحقق الشفاء أو دون عدالة وتعويض يعتزم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إطلق شراكة جديدة عام 2021 ما أولويات العمل في البلدان الأكثر تضررا من النزاعات والأزمات الإنسانية مثل الكونغو التعاون الإنمائي في القضايا ذات الاهتمام السياسي المشترك بين أوروبا وإفريقيا والتعاون الأوسع في قضايا الهجرة والتغير المناخي والسلام والأمن جميعها أهداف نبيلة لكن أعتقد أن المشكلة الأكبر اليوم هي التنفيذ استراتيجية التنفيذ هي التي تعاني إذا لم نعمل من أجل السلام والأمن في إفريقيا ماذا سيحدث؟ الشباب لا أمل لديهم يميلون إلى السير في طريق الهجرة بكل ما يترتب عليه في إفريقيا هذا يعني هجرة العقول لكن في أوروبا أيضا تؤدي الهجرة إلى صعود المتطرفين وهو أمر غير جيد وبين الاثنين يوجد لدينا كل ما يحصل في البحر المتوسط يموت العشرات من الشباب الأفارقة وهذا في الحقيقة ليس مصدر فخر لإنسانيتنا يسميك الناس الدكتور المعجزة لكنك لا تزال تتلقى التهديدات بسبب عملك ما هو روتينك اليومي هذه الأيام؟ نأمل أن نتمكن من الاستمرار بالقيام بعملنا لمساندة النساء لكن نتطلع للمزيد في المستقبل دون اختصاب بالنسبة لنا فإن وضع حد للعنف ضد المرأة سيكون جوهرة التاج في عملنا لأننا نأمل أن نرى يوما ما نساء كونغوليات قادرات على الخروج إلى المزرعة وجلب الماء أو الحطب والعودة دون خوف من التعرض للاختصاب شكرا جزيلا لك دكتور مكويغي على مشاركتك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك